يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا جديد لآخر محطتنا في هذا الصباح ومعنا من داخل الستوديو المصورة الفوتوغرافية شذا مسوداء اللي اختصت بتصوير الأطفال بطريقة عفوية وشوي طلعت عن المألوف في تصويرهم مرحب فيها يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا سهلا فيكي خلال الله يسعد بداية حابين تعرف عليك أكتر إحنا والمشاهدين عن شذا وكمان عن خبرتك في موضوع التصوير سعيد صباحكم جميعا حبيبتي شذا هي شنا مقدسية شذا مسودة أم لخمس أطفال أهلا يخليك أحب التصوير كتير هي هوايتي من منص صغيرة طبعا حاولت أني أنا أمارسها على أطفالي أول إشي في البداية أني أنا أصور دربت فيهم بالضبط كانت على أطفالي هي دائما الأم يعني أول ما كمان مع التقنيات هلا والكابينات الموجودة بالموبايلات بالموبايلات عطول الأطفال وهذا الأطفال أصلا كتير ساعدني كمان الحمد لله في نجاح مشروعي اللي أنا عملته في التصوير أنه أنا كأيم بعرف الأطفال شو بدهم شو بيحبوا شو الأشياء اللي بتلفت نظرهم الأشياء اللي بتخليهم مبسوطين الألوان الألعاب بطريقة عفوية أني أنا بقدر ألعبهم وفي نفس الوقت أخذ لهم صور تكون عفوية ويحبوها الأهل كثير وإنتي حباتي تتخصصي بهذا المجال؟ بالضبط أنا تصويري هو تصوير أطفال أو الأطفال بكونوا مع أهلهم مثلا مع الأم مع الأب مع الجدة والجد يعني أطفال أكثر جميل كيف أقول لك هذا المشروع شباب؟ شهر واحد سنهاي صار لي سنتين بالضبط سنتين لك كيف انطلقتي في فكرة المشروع أنه أنا بدي أبلش تصوير يعني هو تحدي كمعن خاصة أنه أنتي ما دلستي أكاديمية عن التصوير أنه هي مجردية واتعلمتي طورت نفسك فكانت خطوة جريئة نوعا ما أنك بتختح الستوديو يعني وفلس تصوير خصوصا أنه كان عمر أطفالي لسه ستة شهور أنا عندي طوم آخر شي طفلين الله يزيدك كان عمرهم ستة شهور حبيت كثير فكرة أني أنا أصورهم بطريقة عفوية خارجة عن المألوف لما بدأت ألبسهم أزياء غريبة أصورهم بطريقة حلوة كنت أوجي طبعا الصور لزوجي لصحباتي لأهلي لحوالي كانوا كثير يلفت نظرهم وقلوا لكثير حلوين طبعا شجعوني كثير وقالهم زوجي الله يخلي لي فقال لي أنه الفكرة كثير حلوة بالعكس أنا أشجعك أنك تدرسي طبعا كان صعب شويني أنا أطلع أدرس مثل ما قلت أكاديمية فأنا حملت أدرس عن طريق الإنترنت كان في عن طريق الإنترنت أحضر فيديوهات أطبقها في التصوير على الأطفال أدرس عن الأطفال كمان بزاد نفسهم لحد ما الحند الله يعني صار عندي الصور اللي عم بتشوفوهم جميل طبعا خلينا نشوف الصور المجموعة من الصور الموجودة على صفحتك هي بعنوان نكشات نكشات فوتوغرافي نكشات فوتوغرافي هي فعلا نكشات هي نكشات من ناحية اللبس كمان لبس الأطفال كيف يلبسوهم كيف يضحكوا كيف الأفكار بذات نفسهم الأفكار اللي بتكون موجودة مثل ما إنتي شايفين يعني بحاول إني أنا أدخل إشياء للتصوير طبعا عندي كمان تصوير حوامل حوامل ما إنو البابي كمان بيكون في بطن أمه فعندي تصوير بيكون من هو بطن أمه لحد ما ينوي لدي نيوبورن لحد ما يصير سنة سنتين لعمر الأطفال عشرة واثنين شاذا انتي ويم تصوري هون أو دور يعني خارج للستوديو بات برام يعني هون عنده ساحة خارجية صغيرة حبيت إني أنا أستغلها بطريقة تصويري اللي عم بتشبيه هي ساحة كتير صغيرة يعني لو تشفيها رح تنصدمي منها بزرطة الصور دائما يعني أحيانا هدفان التصوير بيعطي إيحاء إنو المكان كبير هو وقليل حتى إنو أنا بلعب بالفوتوشوب يعني بكون بس إضافة إذا لفت نظرك الكلمات وهيك ما بضيف خلفية بتاتا ما بضيف إشياء يعني هون قامل عن جرايد طلعي نظارات هيك إنها تكون إشياء عفوية أكتر من قصة فوتوشوب إنني أنا أحط خلفية وأشتغل عليها على الكمبيوتر لأ طيب وإنتي كمان عندك هاي الأشياء عندك الأزياء للأطفال بيلبسوها بالضغط عندك بالستوديو بالضغط أنا عندي أزياء الحمد لله عدد متوفر كتير منيح اللي هي حاولت إني أنا أخلي للأطفال إشياء أفكار غريبة من لبس المهندس لبس الدكتور لبس الشخصيات الكارتونية كمان ديزني اللي هي الأميرة طول عمرنا نسمع عن الأميرة سندريلا سنو وايت الأميرة النائمة مثلا وني ذا بو ميكي ماوس الشخصيات الكارتونية المحبوبة عند الأطفال كتير فحولت إني أنا أجيب الأزياء طبعا من أكتر من مكان يعني إشي من البلاد هون إشي من خارج البلاد حولت إني أنا أوفرهم للأطفال بحالة إنه الأم تيجي بقولها ما بلزم إنك يجيب إشي معيك عندي النكشات اللي هي كمان إذا انتبهت الإكسسوريتي والإشياء الموجودة في السور جميل كتير طيب وكيف تشوف في تفاعل الناس يعني كمان لما إليك سنتين في هذا الموضوع كيف تشوف في يعني ردات فعلهم خاصة إنه كمان الأطفال صعب إنه فرعا نخليهم في مكان واحد ونصورهم فيمكن مثل ما قلت لما نحط لهم هيك بأجواء كارتونية وأشياء بحبوها تأخذ صورة بدكية طبعا بحب يعني أكيد الأهل وزعت نفسهم مجرد أنك تأخذ على البليفون صورة لطفلك قداش دكتاخ دي وقت عشان تأخذيها مليون مرة عشان تطلع وأنا نفس الشي يعني أنا بقولهم أنا مش استوديو مفتوح أنا بعمل جلسات تصويرية الجلسة بتمتد من ساعة ونوصلة ساعتين تخيلي علشان الطفل أول شي تكيف معي المكان ياخد علي أقدر أدي يعني إشياء إنه ينبسط فيها مرات بأدي إشي زاكي إشياء ألعاب إنه يتطلع يرتاح لي أكتر طبعا الكاميرا بتكون آخر إشي للتصوير من لبسه من لعبه بياخد على الوضع شوي طبعا بتكون بوجود أمه أبو جانبه عشان يحس بالأمان أكتر علمك يعني قدما كان طفل خصوصا عمر السنة والسنتين هدول بيكونوا كتير متعلقين في أهليهم صحيح وصعب يبعد عنهم بحاول إني أنا من وراء الكاميرا أخلي أمه تلعبه أو أنا أعمله حركات معينة وأقدر أني قلت الصور طبعا كيف بتنسقي وقتك يعني بين جلسات التصوير وبين كونك أم لخمس أطفال صراحة أقول لك ياها مش سهل يعني بحاول أد ما أقدر إني أنا أكون كي بقولوها عادلة يعني ومنصفة ومش مؤسرة في حق تصويري وزبايني ومتابعيني طبعا الحمد الله صار عندي عدد متابعين كتير منيح على الفيسبوك ومشجعين كتير للفكرة وكتير بدعموني وبقولولي يعني أفكارك كتير حلوة ومش موجودة بالبلد بنفس الوقت بناحية أطفالي كمان بحاول إني أنا ما أصرش معهم وخصصا أنه أنا عندي ثلاثة في المدرسة وطفلين مثل ما قلت لك عمرهم ثلاثة سنينتهم الله يخليهم فبالتالي يعني على الحجز يعني بيكون عندك الشغل على المواد أنا الحلوة في شغلي إنه هو بيكون على الحجز باتفاق مسبق معي الأهل بيكون عن طريق حجز الفيسبوك مثلا بختار يوم إني أنا أقدر إني أنا أطلع في الجلسة ساعتين تصوير بقدر إني أنا أطلع وأرجع بنفس الوقت ما أتأخر يعني عن البيت عن الولاد صحيح قديش ساعدك أنت من القدس والستوديو تبعك في رائف الرام بزيط كان بيتحنينة لكن قديش ساعدك السوشيال ميديا أو الفيسبوك بإنه توصي صورك لكل الناس وإنه كمان يتواصلوا معك ويشوفوا كمان شغلك على الصفحة طبعا أنا الحمد لله اللي وصل الصور للناس وعرفوه طبعا من هون أهل الشمال من أهل عماني كتير عم بيبعتولي حتى يعني من البلاد بره بقول كتير حابين صور أمني عنا إن إحنا نصور أطفالنا عندك لولا الفيسبوك بصراحة قليك إياها والصور اللي عم بعرضها على الفيسبوك كل كان ما أحد عرف عن شغلي صح أو لا؟ صحيح جديد عملت سناب شات كمان دي صفحة سناب شات ساعدتني برضو إنه الناس صارت تعرف برضو عن شغلي أكتر جميلة سنالك كل التوفيق يا شذا وأكيد نتمنى كمان نشوف تطور يعني في شغلك تحبي تحكي أي شيء أخير شكرا بتمنى إنه الصفحة يعني تنتشر على أوسع نطاق الناس تعرف عنها عن شغلي يدعموني طبعا قد ما يقدروا لأنه مشروعه صغير حابة أكبره وينصل لأكبر عدد من الناس ويشوفوا الأفكار علشان أقدر إني أنا أدل أضيهم صور جديدة وأفكار حلوة متجددة بالفعل دائما كمان الأمهات يعني ما بين العمل ما بين الأطفال ما بين المسؤوليات في المنزل المسؤولات الاجتماعية كمان يمكن ما بلاقوا وقت بس هذا نموذج يعني شذا فعلا دائما في وقت إنه إحنا نعمل الإشي اللي ما نحبه نعمل الإشياء صعب الواحدة تقول إني أنا خلاص أم لأخوص أطفال صعب أشتغل صعب أروح صعب أاجي بالعكس أنا بوقتي اللي كانوا أطفالي برضو صغار حاولت إني أنا أدرسها دراسة كمان علشان أقدر إني أنا أعطي إشياء حلوة إشتغلت بنفس الوقت مرست على أطفالي طورت حالي أكتر طبعا للمحيط الحوالي أراوي بجيراني لطورت أكتر للزباين تتعرفي شو أول زبونة كنت أخذها قداش كانت رهبة بالنسبة إلي إشي مش سهل لطورت حالي أكتر شفت الإقبال الإعجاب من الناس الموافقة إنهم حابين يصوروا أطفالهم كثير فهذا إشي داني دعم كثير كبير صحيح واضح أن أنت كمان بتحبي هذا الشوي يعني عندك هذا الشوي تصوير هوايتي يعني هي بصراحة إليك هي شو يعني هواية أكتر مما هي شغل يعني أنا مجرد أني أنا أطلع يومين مثلا بالأسبوع أنا شغلي مش أكتر من يومين بأسبوع ما بدر أأخذ جلسات أكتر بمعني كنت دولت إني أنا أم فلما أطلع أخذ جلستان هاي لحالها يعني بالنسبة إلي ترفيه صحيح صحيح نحن الترفيه إني أنا أطلع أشوف ناس أتعرف على ناس أصور أشوف الأطفال مبسوطين والأهل طبعا النتيجة النهائية كمان الحمد لله يعني خلال السنتين كل الأهل راضيين عن الصور ومبسوطين فيهم كثير فهذا الإشي كان كثير دعم لإلي نعم أكيد متونالك كل توفية وشكرا لوجودك معنا شكرا لإليك أهلا وسهلا بك مشاهدينا بهك مكون وصلنا لختم حلقتنا في هذا الصباح شكرا لكم على المتابعة ننتقي غدا في نص المعادلة لقاء موسيقى 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 موسيقى